اشتركوا في القناة السؤال الأول أذكر بعض المآتر التاريخية بالأندلس ثانيا أعرف بعض أعلام الحضارة الأندلسية في الشعر والموسيقى إذن بعض المآتر التاريخية للأندلس من أشهرها قصر الحمراء وصومعة الخرالدة هذه أبرز المعالم التاريخية بالأندلس القصر الحمراء على اليسار وصومعة الخرالدة كما ترونها على اليمين أيضا من أبرز الشعراء والموسيقيين في عهد الحضارة الأندلسية نجد الفرابي حيث يعتبر فيلسوفا ومن أهم الشخصيات الإسلامية التي أتقنت العلوم بصورة كبيرة مثل الطب والفيزياء والفلسفة والموسيقى وغيرها الشخصية الثانية هو زرياب وهو من أبرز أساتذة الموسيقى وفنون الحياة في عهد الحضارة الأندلسية إذن بعد قراءة النص سوف ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة والعنوان وأتوقع علاقة العناصر الموجودة في الصورة بالعنوان والموضوع الذي سيتحدث عنه الشاعر إذن من خلال ملاحظة الصورة والعنوان فالصورة فهي لمسجد قرطبة بإسبانيا والصورة تبين المجد والعظمة الذي وصلت إليه الحضارة الأندلسية وأتوقع من خلال هذه الصورة والعنوان أن الشاعر سيتحدث عن أمجاد وعظمة الحضارة الأندلسية بعد قراءة النص ننتقل إلى أفهم وأحلل أولا أذكر الكلمات التي تنتمي إلى عائلة كلمة الأغاني هناك مغني أغنية غنى وتغنى ثانيا أصل بخط بين كل جملة ومعنى كلمة طار فيما يأتي ألف طار الطائر يعني بمعنى خفق بجناحيه وارتفع في الجو باء طار شوقا إلى أسرته بمعنى ذهب بسرعة جيم طار سيطه في الناس بمعنى انتشر وزاع ثالثا ما المخاطب في البيت الأول المخاطب في البيت الأول هو الأندلس المخاطب في البيت الأول هي الأندلس رابعا أشرح البيت الثامن البيت الثامن يقول بسوى الحب والتسامح ما كان ليحيى بأرضكم ديناني البيت الثامن الشعر يبين لنا في هذا البيت فضل الحب والتسامح في تعايش المسلمين والمسيحيين في الأندلس خامسا أقسم النص إلى ثلاث مقاطع إذن المقطع الأول الذي تغنى فيه الشاعر بالأندلس وماضيها هو الذي يمتد من البيت الأول إلى البيت الخامس المقطع الذي تغنى الشاعر بالأندلس وماضيها فيه هو الذي يبتدئ من البيت الأول إلى البيت الخامس الأندلس حضارة التسامح والحب هو المقطع الذي ينتمي من البيت السادس إلى الثامن والمقطع الذي يتكلم عن آثار الأندلس الدل على حضارتها المزدهرة هو المقطع الأخير الذي ينتد من البيت التاسع إلى البيت الثاني عشر سادسا أرصد من النص ثلاث جمل تعبر عن إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية هذه الجمل هي الموجودة في البيت الثالث والبيت الخامس والبيت التاسع هي التي تعبر عن إشادة الشاعر وافتخاره بالحضارة الأندلسية سابعا ماذا يقصد الشاعر بقوله في كل قصر شيدوه محدث بلسانه يقصد الشاعر أن آثار الحضارة الأندلسية تبقى شاهدة على مجد وازدهار الأندلس في عهد المسلمين يعني كأنها تتحدث عندما نرى قصر الحمراء أو صومعة أرخيرالدا أو مسجد قرطبا كأن هذه المعالم التاريخية تتحدث وتتكلم وتصف لنا المجد والحضارة والإزدهار الذي كان في عهد الأندلس أركب وأتذوق أعيد كتابة الأفكار الأساسية على شكل نص يتكون من أربعة أسطر يعني ألخص واحد المنخص على هذا النص كتكلم لنا على ما ورد من الأفكار الأساسية في هذا النص الشعري إذن تغنى الشاعر في هذه القصيدة بمجد وحضارة الأندلس وذكر بعض شعرائها كزرياب وبعض مآثيات تاريخية التي لا زالت تذكرنا بالماضي الإسلامي العريق والمتسامح والغني في الأندلس إذن هذا هو الجواب تأركب وبالنسبة لأتذوق فهو اختياري أختار بيتا أعجبني وأعلله اختياري يعني اختار كل تلميذ يختار واحد البيت عجبه من هذا النص ويعلل اختيار جاله يعني لماذا أعجبه وأقوم أتحقق من صحة توقعي توقعنا في الأول أن هذا النص يتكلم على المجد والحضارة الأندلسية وكما رح طوف أن التوقع تعنا كان صحيح هذا النص يتكلم على الحضارة والمجد الأندلس ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا إن شاء الله ليصلكم كل جديد ولا تبخلوا عنا بتعليقاتكم وبالتوفيق لكم إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر